السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبا بكل اخواننا الفلاحين عدنا اليكم من جديد محبي العنب ومحبي ايضا الفلاحة اذا متابعين اكرام نعود اليكم بطريقة جديدة مميزة ان شاء الله وناجحة وانا على كل حال اجربها شخصيا وتحصل على انتاج من شجرة العنب انتاج وفير وانتاج جودة عالية وانا ذات عنقيدة كبيرة جدا اليوم سوف نتعرف عن كيف نتحصل عن عنقيد ذو حبات خشنة وعنقيدة كبيرة ان شاء الله كاملة باذن الله تعالى وهذه الطريقة سوف نطبقها على المباشرة اذا على بركة الله نتوجه الى شجرة العنب اذا مثلا هنا سوف نتابع سوف نتابع هنا هنا عنقود وهذا الغصن الذي به العنقود اذا سوف نأتي الى اخر الغصن الذي به عنقود ويتم قصه يعني هنا سوف نتم قص هذا العنقود يعني شجرة العنب عندما تمد تمد بالماء ما رحش يكون ولا ما رحش يروح للغصن يعني رح يبقى في العنقود وايضا يستفيد منه العنقود اكثر واكثر ويكون ذو جودة عالية وايضا يستفيد من كميات كبيرة ويكون ايضا قوي اذا نلاحظ مرة اخرى سوف نتابع هنا هنا عنقود اخر في هذا الغصن بالذات هنا عنقود اخر كما نشاهد هنا هذا عنقود ونشاهد الغصن الذي هو به سوف نتم قص هذا الغصن ولاحظ هنا سوف نقطع بالمقص او باليد اذا هذه هي فكرة ناجحة 100% فقط نتمنى وان شاء الله ان تجربوا هذه الفكرة هي مميزة فعلا وان شاء الله عند نضج الثمار سوف نعود الى هذه الشجرة بالذات لنرى العنقود والانتاج الوفير وان شاء الله هو ايضا الانتاج الذي هو ذو جودة عالية جدا اذا سوف نتعرف ايضا متابعين على جديد الفلاح بإذن الله تعالى عبر قناتنا فقط اشتركوا معنا في القناة فعلوا الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته